في خطوة حازمة تعد الأولى من نوعها في اقتصاد المملكة العربية السعودية المعتمد بشكل أساسي على النفط أطلقت المملكة الرؤية المستقبلية في سبيل تنويع مصادر الدخل لمرحلة ما بعد النفط هذه الرؤية بعيدة النظر التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان ولي ولي الأهد لقى ترحيبا وإشادة من الخبراء في باكستان معتبرين إياها نقلة نوعية للمملكة في شتى المجالات الرؤية الاقتصادية 2030 كان يجب أن تأتي منذ فترة كبيرة لكن الإعلان السعودي عن رؤية المملكة كانت محل اهتمام وتقدير كبيرين في باكستان على مختلف المستويات أعتقد أن الوقت مناسب جدا لإطلاق الرؤية نظرا لتقلبات الاقتصادية في العالم خصوصا في مجال البترول العوائد والفوائد من الخطط المستقبلية ستكون نتائجها مبهرة لكل دول العالم وبالأخص للمجتمع السعودي ويرى الخبراء أنه منذ تولي الملك سلمان بن عبد العزيز مقليد الحكم والمملكة تعيش تحولات جذرية في معظم المجالات واستطاعت في فترة بسيطة من إحداث نقلات نوعية في المجالات السياسية والاقتصادية التي كان آخرها الرؤية المستقبلية لاقتصاد المملكة حظت الخطة السعودية باهتمام كبير من باكستان وخبرائها لما لها من أجابيات كبيرة على السعودية وعلى دول المنطقة أعتبر هذه الرؤية بالاستراتيجية وتحول في تاريخ السعودية بالاعتماد على مصادر أخرى بدلا من البترول ومملكة أرض جزدابة وخزبة للطاقة والإستثمار ومشاريع الأخرى وما يميز الرؤية السعودية أنها تعتمد على الشفافية والمصدقية البندو المتعلق بالحج والعمرة في الرؤية الجديدة وما يصحب ذلك من برامج لخدمة ضيوف الرحمن وزيادة أعداد المعتمرين والزوار من خلال تبسيط الإجراءات استقبلت بترحاب كبير من علماء باكستان برنامج التحول الوطني الذي حظي بموافقة مجلس الوزراء ودعم خادم الحرمين الشريفين وصفته شرائح كبيرة من الباكستانيين بالرؤية الثاقبة لقيادة المملكة أحمد شعت الإخبارية إسلام باد ترجمة نانسي قنقر